أهلا بحضركم من جديد والحديث عن أخبار الأهلي بالتأكيد هذه الفترة مهمة جدا للأهلي بيستعد لمباراة كأس العالم للأندية وآخر مبارتين في كأس الربطة مباراة سموحة إن شاء الله بكرة الساعة 5 وإذن الله في مباراة أخيرة قبل الصفر يوم الأسنين القادم إلى أبو ظبيل المشاركة في كأس العالم للأندية في حاجة نملاحظها غريبة جدا في السوشيال ميديا وفي الإعلام الرياضي بشكل عام خلال الـ 72 ساعة اللي فاتت وهي فكرة أزمة في مسألة استمرار المدير الفني والكلام ده من بعد المؤتمر الصحفي اللي مفروض بقاله أكتر من 4-5 أيام من وقتها الناس كلها ما بتتكلمش إلا على الأهلي بيت سمو سيماني إلا يحصل الفترة الجاية وكأن الوسط الرياضي والإعلام الرياضي خلاص ما فيش أي قضايا إلا القضايا دي رغم أن الموضوع أصلا ما فيش موضوع يعني هو الموضوع أساسا ما فيش موضوع في استقرار فني وفيه عقدة مستمرة لغاية نهاية السنة وفيه كلام إيجابي إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية لكن فكرة إن احنا دايما بنحاول نصدر صورة سلبية إن فيه ألأ فيه مشكلة يعني أنا مش شايف فيه أي داع لكل الكلام ده خاصة إن كل المعلومات اللي بتتقيل أصلا غير صحيحة اللي أصلا مقبل على منديال يعني عنده كاس عالم للأندية هل من الطبيعي إن أي حد يكون مقبل على بطولة كبيرة زي دي بينافس فيها أكبر أندية العالم كل نادي بطل في قرته هل هيكون فيه أزمة أو مشكلة في مسألة استمرار جهاز فني أو أزمة في تكديد لاعب أو أو ما الكلام ده تقيل أيام علي معلول لدرجة نتقالك حتى أيام علي معلول أن علي معلول طالب أرقام خرافية وإحنا نطلعنا أكد ما قلنا الكلام ده غير صحيح وعلي معلول شاري الأهلي إيه اللي حصل بعد شهر أو اتنين علي معلول مكمل مع الأهلي إيه اللي حصل بقى وقتها حد يطلع قال أنا وخدت قلت خبر غلط فاعتذر لا محدش أعتذر نفس الكلام بيتأكد دلوقتي وبتقال دلوقتي كل الكلام اللي بيتقال حوالين استمرار الجهاز الفني من عدم وكل الكلام ده غير صحيح في حالة استقرار فني وإداري خلال الفترة القادمة بالنسبة للنادي الأهلي قبل منافسات تكأس العالم للأندية وبإذن الله إن شاء الله تخلص بطولة أفريقيا الأهلي يستعد للبطولة كأس العالم بشكل جيد وعنده بعد كده مباراة دورة أبطال أفريقيا لأنه ما فيش وقت أصلا أنك تفكر في أي حاجة خارج إطار أنه عندك مباراة رسمية لفترة الجاية ده أنت هترجع من المنديال الأندية أول مباراة عندك الهلال السوداني يوم 19 فبراير يعني يدوبك هو 5-6 يام راحة بس عقب كأس العالم للأندية وده فرصة أن ماتش المريخي تأجل لـ 5 مارس فكل ما يتردد من خلال صفحات السوشيال ميديا عن وجود أزمة أو مشكلة أنا بأكد لكم غير صحيحة بالمرة والكلام ده خدوه ثقة ما فيش أي حاجة بلي بتتكتب على السوشيال ميديا لا تفكير فمدر بأجنبي ولا كل الكلام ده كل الكلام ده ناس عايزة بس تصدر مشكلة وجمهور الأهلي طبعا بيبقى دايما حريص على الفرقة وخايف على الفرقة فبيسمع وبيهتم بأي خبر بيتكتب بأكد لكم ما فيش أي أزمة والأهلي في حالة استقرار والفترة الجاية الكل بيستعد بشكل جاد جدا لمنافسات كأس العالم للأندية طيب النهاردة بيتسو موسيماني أعلن قيمة مباراة الأهلي واسموحة والنهاردة القيمة مختلفة شوية عن المباراة السلاسة الماضية الفترة رفقة كان اللي اهتمت بشكل كبير جدا بنسبة 90-95% على الشباب وبصراحة عملوا 3 مباراة ولا أروع من كده تعادل في سلاس مباراة وعمل مباراة كبيرة على المؤولين العرب شباب الأهلي بيواجهوا فرق بتلعب بالفرستيم بتاعها في الدوري الممتاز فبالتالي مباراة جيدة جدا لشباب الأهلي وهيبدأ بيتسو موسيماني يستعين بمجموعة اللاعبين القدامة اللي في القايمة الأساسية اللي هيشاركوا في كاس العالم في مباراة سموحة ثم المباراة الأخيرة عشان يخضوا بقى جرعة المباراة الرسمية قبل الصفحة